الحياة تعود شيئاً فشيئاً إلى شوارع شانهاي فبعد أن بدأت الحكومة الصينية في التخفيف من إجراءات الغلق تم فتح نحو 9000 شركة صناعية وعاد المواطنون إلى مقرات عملهم تأتي هذه التدابير الجديدة بعد أن نجحت بلدية شانهاي في احتواء الوباء ووقف انتقال العدوى حيث انخفض عدد السكان المقيمين في مناطق الإدارة المغلقة إلى مليون شخص شانجهاي لم تكن المدينة الوحيدة التي شملتها إجراءات الغلق حيث فرضت السلطات الصينية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين إغلاقاً كاملاً أو جزئياً في المراكز الرئيسة في البلاد وهو الأمر الذي عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقما من المخاطر الاقتصادية على المستوى العالمي وانخفض نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في الصين انخفضاً حاداً في أبريل إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة إلى التزام العمال والمستهلكين منازلهم وتعطيل سلاسل التوريد بشدة مما ألقى بالظلال قاتمة على أفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم وكثرت المخاوف من شبح التضخم مع تأخر الشحن من الموانئ الرئيسة في الصين وهو الأمر الذي أدى إلى نقص في السلع في الأسواق الدولية تابعه ارتفاع في الأسعار ومع احتواء الوباء في شانغاي المدينة التي تضم 24 مليون نسمة تأمل الصين في انتعاش اقتصادها في ماي الحالي وتسارع التعافي في الاستهلاك كيف لا؟ وشانغاي تتحمل لوحدها عبءاً ضخماً كميناء للحاويات وتعاملت لوحدها مع 20% من حركة الشحن في الصين وساهمت بنسبة 3.8% من الناتج الإجمالي للبلاد عام 2021